مين النهاردة ما جيبناه سيرتو؟ يعني من الطبيعي اللي انت بتبقى معايا اجيب سيرتو دي فزورة يعني في الزمالك نسا ما جيبناه سيرتو خالص يعني انت عندك حد يعني؟ اه عندي حد بس لو لا فكر معاك ما جيبت السيرتو اقول لي قدامه لا ده انت اجيب سيرتو بايه ده بالخير انا طبعا انا سايفه في الاخر عشان عايزة تتكلم عنه كتير بصراحة انا على المستوى الشخص انا بحبه اه ويعني غالبا انا دايما بتكلم يعني في التليفونات يعني هو الراجل بيدينا درس في الاحتراف ان احنا ما شوفناهش محمد صلاح يعني محمد صلاح بره ما نقناش لمصر كافية الاحتراف المواعيد والانتظام ومي والحاجات زيزو قالك وقالك في الملعب يعني عمره ما عمله مشكلة ولا فكر يعمل مشكلة زعلان يعني بيطلع مش بيطلع مش زعلان يمكن حتى اتهموه مرة كده بعد ما جاب جل تغير ده واضع طبيعي وتقلب كيف شافزت عنده مشكلة مع شكباله وتخاني مع شكباله وبعا كيف هزروا مع بعض المبارل بعدها ما فيش حاجة ما فيش حد هسيبك ان الزمالك قرب ياخد الدورة انا بقولك عشان اسف انا ممكن الناس ترشم او بتاع الزمالك بالذات ما فيجي يروح للقمة هتلاقي مشاكل كتير جدا لو ما بيروحش النهاردة كتب المستشارة عنده مش عارف حبس ايه اي حاجة بقى تلغبط الدنيا ممكن اختلف معنا اعتقد ده مستوى ثابت ما بيحصلش غير فيه لا هو تاقي ما فيش لعب في الكرة المصرية عنده مستوى ثابت خلاص نادرة يعني نادرة هو الولد ما يملك من كل طاقة ربنا ادهاله ما بيفخالهاش علينا الزمالك لفيه كورة هو بقى هو هدف الدوري الكرة اللي ادهال سيفي الجزيلي وهو قدام الجون وهو عارف انه هدف هو عارف انه رجلة حلوة عالجول ولو عايز الجون ده يخدمه كمان لو جابه بالزبط كده لو عايز سجلها سجلها ما كانش لسه جابه انه عامل دوري الجزائي فما كانش لسه جابه الهاتري فالحدة السيفي الجزيلي هو عنده شخصية ومتعاون جدا هو بجانب انه هو افضل هدف في نادي الزمالك فهو اكتر لعب عامل اسستات في نادي الزمالك هو كمان بيعاون زماله يعني فعمل مستوى مضيشة على فكرة كمان بيعمل حاجة اذا شاط وطلعت بر مثلا وكان حاسس انه كان ممكن لعبلك الباص ده يعتذرلك ودي بتبقوا ليه لا في اللعيبة اه لو انا بقى انا داناله هدف يعني انا اللي بعمل كل حاجة فانو مش محتاجة الحاجة التانية اللي بقى تزيزه والله بجد يعني الواحد فخور انه عندنا ايمن عندنا امام عشور لانه تحول من طفل من طفل شارس وعايز يتخانق هو بتاع الواحد ها دي لان ازاي قلت الحاجة في الاول اتحمله من مسؤولية النادي لا اتحول للعيب كبير امام عشور من افضل اللعيبة اللي تتطلب في مركز ثمانية في مصر يعني وعنده ملكة التصويب دي يعني مش عند ناس كتير ويعني الحمدلله بقى يسمع كلام الناس او كامل المدربين اللي قالوا له ايه ده تتخانقشي ركز فلما عمل كده بقى من افضل اللعيب المقبوضة في مصر صح وبعده جوكر يلعب باكرايت يلعب نصر ملعب يلعب وينج او جناحي يعني طبع فالحاجات دي مرياحة المدرب لان عنده مجموعة مارينة يعني لما جيه حتى الراجل اللعب شكباليا راس حاربة في ماطشة الناس تغربت فاجأة راح هو الواحد وجيه ناحة الشمال الناحة المين يعني بيلعب بيها وراح جيه بجون حتى شكباليا بيجيبوا جون بسلاسة يعني مفهاش اه اه او حصبية تحس انه اللعيبة كلها دلوقتي النادي الزمالك بتلعب ويبتستمتها انا معاه الفترات اللي فايتت كانت بتلعب ويبتستمتها ايوه ولو حطتها في المقابل انها هتلاقي لعبت النادي الاهلي عندهم مهارات وامكانيات بس مضغوطين فمش هفيني طلعوه لكن النادي الزمالك دلوقتي لعبته بتلعب ويمرتاح باين او في اللعب وبتنفس على دوري اه يعني المعادلة صعبة شوية لكن الشخصية اللي اتبانت من كبل الناس اللي اتحادك عليها الفرقة دي مؤسرة كده بالاجابة على التيم موسيقى